السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمليوني يا أصدقائي يا رب تكونوا كويسين والنهاردة مع حدوتها جديدة قبل ما نبتدي نتنسوش تعمل لايك في الفيديو وسبسكرايب للقناة ويلا بنا نبتدي الحدوتة يا أصدقائي حدوتة النملة نمولة كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك غابة جميلة مليئة بالحيوانات الطويلة مثل الزرافة والحيوانات الكبيرة مثل الفيلة والحيوانات القوية مثل الأسد مليك الغابة وأيضا يوجد بالغابة كثير من الحشرات مثل النمل الذي يعيش في مجموعات كبيرة متعاونة تعمل بجد ليلا ونهارا حدثتنا النهاردة يا أصحابي عن نملة اسمها نمولة نمولة نملة شئية جدا لا تسمع أوامر ملكة مملكة النمل ولا تهتم لأوامرها ونصائحها وفي يوم من الأيام قالت الملكة إلى نمولة لا تتأخري في العودة إلى المملكة حتى لا تتعرضي لمخاطر والمشكلات لم تسمع النملة نمولة كلام ملكة مملكة النمل وظلت تلعب هنا وهناك وتلهو تأخر الوقت وبدأ الظلام يسود فزعت النملة نمولة وحزنت حزنا شديدا وصارت تبكي وتصرخ وتقول ثم رفعت نمولة رأسها إلى السماء وتدعو الله عز وجل تقول سمعت نمولة صوتا غريبا قادما من السماء ورأت ضوءا شديدا أيضا قادما من السماء فعلمت أن السماء استمطر أسرعت نمولة لتحضر وركة من الشجر لتحتمي بها من المطر وفي نفس الوقت كانت الملكة مجهولة بحماية مملكتها وظلت تنادي وتقول أسرعوا أسرعوا اختبقوا في الجحور فالمطر قادم هيا أسرعوا أغلقوا جميع الأبواب سمعت نمولة صوتا ملكة وهي تنادي على النمل وقالت وهي فرحة أسرعت نمولة في الظلام وهي تتبع صوتا ملكة حتى وصلت إلى المنزل فرحت نمولة بعودتها إلى المنزل فرحا شديدا وعتذرت لملكة لأنها لم تسمع كلامها ولم تنفس أوامرها وعرضت نفسها لخطر شديد وكادت أن تموت لو لا رحمة الله بها وقفت نمولة ورفعت رأسها للسماء وقالت العبرة من القصة يا أصدقائي أننا لا نتجاهل أوامر الكبار ولا نعصي كلامهم حتى لا نقع في المشكلات والمخاطر وبكده تكون تحددتنا يا أصحابي لا تنسوش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة ونشوفك للمرة مع حوادي جديدة صلاقائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر